موسيقى السلام عليكم كان قدم نفسي حكيم محسين طالب بكلية طيب في مدينة طنبوف في روسيا السنة السادسة أنا مابين ثلاثة ديال فئة ديال طالبة يعني بروسيا كانين طالبة اللي كانوا في روسيا رجعوا للمغرب في إطار رحلات الخاصة ودباهم معالقين هنا في المغرب كان الفئة الثانية وثالثة ديال طلاب السنة الأولى كلية طيب وطلاب السنة الأولى في اللغة الروسية إحنا ثلاثة الفئات كان عني ومن واحد المشكلة هو أننا عالقين هنا بالمغرب يعني ناشدنا السلطات ناشدنا القنصلية الروسية بالمغرب ناشدنا القنصلية المغرب في روسيا باش أننا يعني القولي نحل ولكن للأسف هادشي لم يجدينه فعلا كانين الناس فينا اللي خلصوا يعني الدراسة ديالهم تمه ومازال ممشاوش كانين الناس اللي عندهم سنة الأخيرة واندهم مخصومي شدوا لديبلوم ديالهم مخصومي يقدوا الأوراق ديالهم وكل شيء وللأسف هم معالقين هنا في المغرب فإحنا أكتر من 1500 طالب يعني اللي كان حاولوا وكان جاهدوا باش أننا نصلصتنا للسلطات المعنية الوزارات الخارجية الوزير الخارجية يعني السلطات العلية باش أننا تلقى لنا حل يعني تكلم مع وزارات الخارجية ديالروسيا علش الله يحاولوا للقوا لنا حل باش أننا نمشي وحتاش رات الطلاب هناك يضاعوا في المغرب الدراسة ديالنا قد إلينا في المغرب فلوسنا كيضاعوا لأننا مخلصين وما ممشيناش ميمكنش الناس يقرؤوا اللغة يعني لي أجنبي على المغرب وهما قاسينا في المغرب الدراسة عن بعد تايلا تجدينها فعلا لأنه مجموعة من الأساتداء كيبين لنا أنهم مهملين لهذه المسؤولية الكبيرة اللي خصومي تحملوها يعني كان مجموعة من المشاكل اللي كان عني ومنها ولكن للأسف ما كانش الحل فلهذا كان طالبه من وزارة الخارجية المغربية أنها تكلم مع وزارة الخارجية الروسية ويعني يتلقى لنا حل في أقرب وقت كان الناس اللي قدر يضع اليوم العام رادزت الدورة الأولى راد يتسال إن شاء الله في دجنبير في ديسمبر يعني باش ما كان أقرب باش ما كان أحسن لنا رحلات ديالنا كيتلغاو فلوسنا ما كيرجعوش لنا فمجموعة من الأشياء اللي كتخلي أن الطالب هنا في المغرب يعني يدخل في واحد الحالة اللي هي ما يعني لا تبشروا بالخير وكذلك نبغي نذكر أنه هنا في مدينة الريباط كان المركز الثقافي ديال روسيا يعني المقر ديالولي وصيلة يعني كيوصل ما بيننا نحنا وما بين الدولة روسيا تاوى للأسف ما ما قدرش أنه يلبي لنا الطالب ديالنا رغم الإلحاح الكتير اللي كان عندنا بالإضافة إلى أنه مجموعة من التلاميذ أو مجموعة من الطلاب عفوا كانوا من الصفار والقنصولي المتواجدين بمدينة الريباط ومدينة ضالبيضاء وكذلك وزارات الخارجية المتواجدة بالريباط ولكن للأسف الوقت ما تتعطاليناش باش أننا نعبره على المشكلة لدينا وأننا نحاولوا يعني نتحاولوا معهم بوحد طريقة اللي غادي تخليهم أنهم يتعاملوا معنا بالإضافة إلى الطلاب متواجدين بدول أخرى على سبيل المثال مصر مثلا لتقريبا شهر ونصف هذي باش روسيا خولات للطلاب يعني الطيب إلى المجالات أخرى ممكن نضرب صفحة عامة أنهم يجيوا روسيا تابعوا الدراسة ديالهم كذلك يعني بعض دول أخرى التي كتحاول التي تحاول أنها تصل إلى المشكلة مثلا دولة العراق يتيت طلاب ديالها يعني باقين عالقين في البلد ديالهم خلصهم يمشوا خلصهم يكملوا الدراسة ديالهم ومؤخرا روسيا يعني حلت مجموعة من الدول مثلا سربيا أستراليا اليابان ولكن علش المغرب علش نحن هذا الشيء اللي نطلبه غير الطلبة ديال يعني المغاربة يرجعوا يكملوا قرايتهم لأنه كي ضيعوا يعني هذا هو المعنى ديال الضياع اللي ضيع ديال مجموعة من الشباب مجموعة من الطموح مجموعة من يعني من المجهودات ديال يعني ست سنوات كاملة أو لسنتين أو لثلاثة سنوات كيبقى أنه مجهود كي ضيع مخصوش يضيع ولذلك نحن نطلبه مرة أخرى من السلطات المعنية من وزارة الخارجية ومن القنصوليات كل متوجدة بالمغرب وروسيا أنهم يتحاوروا وأنهم يلقوا لنا حل باش ان شاء الله نمشي ونكمل قريتنا في أقرب وقت وشكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا